شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم ما أهلك لا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلى وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ليستهزمون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نهل قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفرناها من كل شيطان رجيم إلا ما استرق السمع فأتبعه شعب مبين والأرض ملدنا وألقينا فيها راسي وأبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معي شوما مستم له برازقين وإن من شيء إلا عياد الخزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإننا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علينا المستقدمين منكم ولقد علينا المستخفرين وإن ربك هو يحشر إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السمون وإن قال ربك للملائكة إني خالقا بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعم لون ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته مئ صلصال من حمأ من نسنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربك تنظرني إلى يوم يبعث رسون قال فإنك من المنظرين إلى نهم الوقت أنعنون قال ربك لا أغريتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور المتقابلين لا يمسهم فيها نصف وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عبادي هو العذاب الأمين ونبعهم على ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما وقال إنا منكم وجنون قالوا لا توجب إنا نبشر فأولى من عليهم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تمشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا لن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خضبهم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرجين إلا آل الوطن إنا لمنجهم أجمعين إلا امرأة مقدرنا إنا لمن الغابرين فلما جاء آل الوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارا واتبع أدبارا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء ألم المدينة يستمشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولا ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفل سكرتهم يعمرون فأخلتهم الصيحة مشرقين فاجعلنا عاليها ساقلا وأمطرنا عليهم تجارة من سجين إن في ذلك لآيات المتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأنكت لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبئة من مبين ولقد كلب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مارضين وكانوا ينكتون من الجبال بيوتا آمنين فأخلتهم الصيحة مصبتين فما آلاء عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيتنا فاصفح الصفحة جميل إن ربك هو الخلاق العليم ونقد آتيناك سبع من المثال والقرآن العظيم لا تهددن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على أنغة ثمين الذين جعلوا القرآن عظيمين فوربك لنسألنهم أجمعين عن ما كانوا يعملون فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين إن إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسفح بحمد ربك وتن من الساجدين وعود ربك حتى يأتيك اليقين